ما فيش بقى رئيسه مرؤوس ولا أستاذه تلميذة في زوج وزوجة فالعلاقة هنا مختلفة فالعلاقة هتاخد أشكال أخرى وهيزهر كل طرف بطبيعته فهتظهر هي بعصبيتها اللي ما كانتش تنفع تظهر بها بعصبيتها في الجامعة ويزهر هو وهيزهر هو بإسراره على أنه تتنفذ أوامره حتى لو كان مش راضي اللي هو في قوانين الشغل في بعض الأحيين واللي هم بيسموها في العمل professional values مش هتسمح له أنه ويقهر موظف إلى أبعد مدى لكن في البيت هيعمل كده غالبا الزواج بين الاتنين دول بيكون تلبية احتياجات وفي الأغلب الطالبة لما تتجوز أستاذها بقول في الأغلب عشان محدش يقول لنا بعمل أنا مهتم جدا جدا بأن أنا ألتزم بقوانين العلم وبمعايير العلم في الغالب بيبقى عندها احتياج لأب وبيكون عاوزها يكون زوج أب فيكون عليه عبقى أكبر عاوز يعطي متطلبات الزوج والأب في نفس الوقت وخصوصا أن الأب بيعطي بدون انتظار مقابل يعني ربيض يعني إيه اللي حصل هو متجوز عشان يتبادل مع الحب هي عايزة يبقى فياض المشاعر ويعطي عطاء غير مشروط ويحسسها بالأمان لأن الرابطة بينهم مش هتتغير ما حصل الرابطة بين الأب وابنه والأب وبنته مش هتتغير فهو يعطيه بغير حساب والاحتياج من داحية الزوج هو بقى محتاج إيه؟ محتاج يشوفها جميلة جزابة بتلبي احتياج عنده احتياج النواة إيه؟ يحس بالمكافأة عينها نقف سئلنا بس في الغالب المدير دا هو خلاص حس بحياته فهو عايز بقى المكافأة يحس إن الجمال دا مكافأة تعب وشقال اللي هو عاش في حياته أنا عارف إن الناس حسة بالكلام اللي أنا بقوله دا إن إحنا عايشين بدا ولذلك إحنا قلنا لما ابتدينا ابتدينا وإحنا بنقول قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولذلك إحنا عندنا كما ورد في الأثر إن من حكمة آله لقمان أن يكون الإنسان عالما بشاني أن يكون المؤمن عالما بشاني مدركا لزماني لازم نكون مدركين لتفاصيل الزمن دا يبقى إذن في الزمن دا ممكن يكون حد في منتصف العمر طبعا واضح واضح جدا 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 إن في الغالب اللي هيكون في منتصف العمر الأستاذ أو المدير فمحتاج لحد يخليه جدت حياته خصوصا لو كانت الحياة اللي قبلها مش بتسعيده ولا بتشبعه فإن اللي بيحصل فهو عاوز يست احتياجه وممكن دا يكون على فكرة بيحصل في كتير من أحيين جواز الأستاذ بالتلميذة أو جواز المدير بالمرؤوسة في الغالب بيكون زوجتاني برضو بيكون في أحوال كتير في أحوال كتير مش لازم أقول في الغالب ويكون الزوجة الأول من زوجة قريبة منه في السن فعاوز يتجاوز من حد يجد اللي حياته بدل الملل اللي هو ابتدى يحسه وقد ضرب في أوصال الجواز الأول فإلا حصل فخلاه زواج بارد فهو عايز زواج طازج ساخن فالتجربة الجديدة دي هتعمل حالة توهج لكن ممكن الحالة دي ما تستمرش وبيكون عندنا مشاكل تانية من فرق السن آه مهم أقول بيبقى فيجي عندنا جيلين فارق السن واساعات فارق الأهداف احنا قلنا واحدة عايزة تحس بأمان الأب واحد عايز يحس بشقاوة البنوتة فإن اللي يحصل فممكن يكون في عصبية أو تهور أو مل التجربة وده ممكن يزعج الزوج لإنه عايز سلام وأمان واستقرار وهدوء وطمأنين اللي فات ده بسميه أنماط الحب المختلفة فيعايز الحب العاطفي المتوهج اللي فيه رغبة فيها وإن هي تفضل أميرة وتفضل القطع الوحيدة اللي ما بيقارنش بغيرها وهو كبير شاف وتجرب فممكن يستخدم المقارنة كتير وهو عايز بقى الحب الحياتي اللي فيه احترام وتأدير وإيه تاني احترام وتأدير واهتمام اهتمام ولزيك أنماط الحب ممكن اختلاف أنماط الحب ده ممكن يعمل كهرباء في البيت اللي ممكن يعبر عن الحب بطريقته وهي ما تشوفهاش طريقة مناسبة وما تشعرش بيها لازم نقف هنا ونقول أن العلاقة ما بين طرفين وإدمان العلاقة ممكن يكون إدمان الاحتياجات اللي بتلبيها العلاقة للطرفين فهو عايز دايما يبقى في صورة البطل المنقذ وهي دايما عايزة تكون الداعمة الوفية المساعدة ممكن الصور دي تتغير مع مرج الزمان وعشان نحافظ على ده لابد من النظر إلى العلاقة بشكل في نطق وهو اللي يشوفنا بوابة إنها زوجة ويشوفها من بوابة وهي بتشوفه من بوابة إنه هو زوج فاحنا أحيانا ما ينفعش إننا شوفها إنه هي مساعدة ليا في الحياة ومش زوجة وما ينفعش إنه هي تشوفه إنه مهمته بس هو خدمتها وتوفير الأمال لها وإنه هو يكون دايما بيربي احتياجاتها ويربي رغباتها بدون ما نشوفه إنه هو زوج ترجمة نانسي قنقر